السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرض الاول في الدورة الاولى مادة لغة العربية المستوى الخامس قبل بداية الفيديو فضلا وليس امرا من تسلو قناة نزهاء للتعليم لأول مرة اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع اصدقائكم حتى تعمل فائدة وترقب صماتكم وتعليقاتكم محفزة بداية نبدأ بقراءة النص والشكل ما تحتوي خط في النص يشكل المهاجرون المغاربة اكبر جالية للمغتربين في اوروبا بعد الجالية التركية ويمثل المقيمون في اوروبا ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاء العالم وهو ما يناهز عشر سكان المغرب واذا كانت اهم اسباب اغتراب المهاجرين المغاربة ذات طبيعة اقتصادية فقد نجح هؤلاء من ان يتحولوا من عبء اقتصادي على بلدهم الاصلي الى احد اهم موارد اقتصاده من العملات الاجنبية حيث اصبحت تحويلات المغتربين من اهم موارد موارد اهمال الوظائفهم وعدم توافد السياح الاجانب للمغرب مما شكل صدمة قوية الاقتصاد الوطني اذا فهم المقروع اضعوا عنوانا مناسبا للنص اذا العنوان المناسب للنص هو نستطيع نقول المهاجرون المغاربة المهاجرون المغاربة كم يمثل عدد المغاربة المقيمين في اوروبا بالنسبة للمغاربة المغتربين لاحظوا معي هنا في النص ويمثل المقيمون في اوروبا ثلاثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم اذا يمثل ثلاثي يمثل ثلاثي المغاربة ثلاثي المغاربة المغتربين في العالم اذا يمثل عدد المغاربة المقيمين في اوروبا ثلاثي المغاربة المغتربين في العالم ما هي اهم موارد الدولة حسب النص المدامنا من ان يتحولوا من عبقه الاقتصادية ويمثل αι احد اهم موارد Hudia من العمولات الاجنبية اذا تحويلات المغتربين من العملات الصعبة اهم موارد الدولة حسب النص تحويلات المغتربين من العملة الصعبة من العملة الصعبة أحيط المرادف الصحي لكل كلمة لدي كلمة عب هل هي خفة ثقل أم صعوبة إذن عب هو معناه ثقل ثقل إنكماش وتقلص أم ارتفاع مزدهار إذن إنكماش تقلص أتي بأضاد الكلمة التالية نجح نجح فشل كثيرا قليلا ضد كثيرا قليلا إذن نجح ضدها فشل كثيرا ضدها قليلا أتي بمفرد الأجانب مفرد الأجانب الأجانب المغاربة المغربية إذن مفرد عفو المغربية المغربية إذن مفرد الأجانب الأجنبية المغاربة المغربية أصنف الأفعال التالية حسب الجدول إلى أفعال مجردة وأفعال مزيدة إذن الأفعال مجردة والأفعال مزيدة ناولة ناولة فعل مزيد أصله نالة مزيد بحق إذن ناولة فعل مزيد ناولة عاملة عاملة مكون من ثلاث حرف الفاء العين واللام عاملة فعلة الوزن هنا أتحدث عن الوزن عاملة إذن فعل مجرد عاملة انطلق انطلق مزيد بالألف والنون أصله طلق إذن انطلق فعل مزيد استقال إذن أيضا فعل مزيد استقال نواء نواء فعل مجرد ثلاث حرف تفاعل تفاعل فعل مزيد مزيد بالألف والت تفاعل صعيد صعيد فعل مجرد صعيد فعل مجرد أجرد الأفعال التالية من حرف الزيادة ناقش مجرده ناقش إذن مجرد ناقش 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 مزيد بالألف ناقش ناقش استقل نقول قل أو قلل أو قلل عندنا ناقش في القدس دغيم استاد صاد انعرج عرج أجعل الأفعال المجرد مزيد حسب النص حسب المطلوب إذن عندي فعل مجرد المزيد سنزيد فعل مثلا السليم بثلاث أحرف إذن استسلام استسلام أصبح مزيد بالألف والسين والتا نقل مزيد بحرفين انتقل مزيد بالألف والتا انتقل شهيد مزيد بحرف واحد شاهدا شاهدا السؤال الرابع وصنف الأفعال التالية حسب الجدول فعل صحيح والفعل الصحيح ينقسم إلى سالم مضاعف ومهموز الفعل المعتل ينقسم إلى أجوف ناقص ومثال السالم هو مسلم حروفه من التضعيف والهمزة المضاعف هو مكان أحد حروفه مضاعف والمهموز هو مكان أحد حروفه همزة بالنسبة لفعل المعتل أجوف يعني معتل الوسط ناقص معتل الأخير المثال معتل الأول إذن طاف طاف لدي هنا حرف علة في الوسط إذن في المثال أف ملا لدي سيح مهموز لا وجاء فعل المثال الأول إذن ملا و جاء دا صعب فعل صحيح سالم مد لديه تضعيف إذن فعل صحيح مضاعف مد رعا معتل الأخير فعل معتل ناقص رعا بالنسبة للتراكيب وبين النوع الخبر في الجمال الأسمية التالية إذن اللاعبون في الملعب في الملعب لاحظوا معي في الملعب ماذا تبع المبتدأ تبعه حرف جر إذن نوع الخبر شبه جملة إذن شبه جملة من الجاري والمجرور الأم تعيد الطعام لاحظوا معي فعل لدي بعد المبتدأ في المضارع إذن نوع الخبر جملة فعلية الطبيعة مناظرها خلابة إذن لاحظوا معي مبتدأ وخبر إذن تبع المبتدأ أيضا مبتدأ ثاني وخبر إذن فنوع الخبر جملة اسمية جملة اسمية الحياة صعبة الحياة صعبة نوع الخبر مفرد 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 جملة جملة اسمية المدرسة أقصامها كثيرة إذن جملة اسمية مفرد القصة مفيدة أو ممتعة التلاميذ شي بجملة من الضرف التلاميذ قرب الحديقة قرب الحديقة شي بجملة ضرف ضرف مكان أو ضرف زمان خسرت أنا ضرف مكان قرب الحديقة إذن الجندي يدفع عن وطني الخبر جملة فعلية المدرسة أقصامها كثيرة الخبر جملة اسمية القصة مفيدة خبر مفرد التلاميذ قرب الحديقة شي بجملة ضرف وكما قلت اخترت ضرف مكان لأن نحن ضرف اللي غد نخدم في نوع الخبر أكمل الجملة بناصخ فعلي مناسب وأشكلها إذن الطبيبة منشغلة بالمرضى إذن كانت إذن الناصخ الفعلي حين يدخل على الجملة إذن ماذا يفعل يرفع الأول وينصب الثاني كانت الطبيبة منشغلة بالمرضى مكتبة القسم ممتلئة بالقصص أصبحت مكتبة القسم الخبر وممتلئة مم تلئة كما قلنا ترفع الأول تنصب الثاني مكتبة القسم ممتلئة بالقصص تتم التراكب وتم ملء الجدول بما يناسب إذن جمال اسمية سنحدد الناصخ اسمه وخبره إذن ظل ظل المهاجر متمسكا بوطني إذن الناصخ هو ضل اسمه المهاجر خبره متمسكا بات المريض يشكو من الألم إذن الناصخ الفعلي بات اسمه المريض يشكو من الألم خبر يشكو من الألم ما زال خبر جملة فعلية عندنا هنا الخبر مفرد ما زال الفلاح في الحقلي الناصخ ما زال اسمه الفلاح الخبر في الحقلي الخبر شي بالجملة من الجر والمجرور في الحقلي أصبحت أصبحت الحديقة أزهارها متفتحة متفتحة إذن أصبحت ناصخ فعلي اسمها الحديقة الخبر أصبحت أصبحت متفتحة جملة اسمية نوع الخبر جملة اسمية إذا كنتم تمرين في حلاقة خسكم تعرفوا كذلك يكون عندكم نوع الخبر هل هو جملة فعلية جملة اسمية خسكم تكون كتقدروا أنكم تحدوا مثلا ظل المهاجر متمسيكا بوطنيه متمسيكا هو الخبر خبر مفرد بات المريض يشكو من الألم خبر هنا جملة فعلية خبر جملة فعلية ما زال الفلاح في الحقلي في الحقلي خبر نوع الخبر شبه جملة من جر والمجر أصبحت الحديقة أظهر متفتحة الخبر أظهر متفتحة جملة اسمية أعرب الجملة التالية صار العصفور يغريض إذا صار ناسخ فعلي أو فعل ماض ناقص فعل ماض ناقص العصفور اسمه صار مرفوع وعلامته رفعه الضمة إن كلكم تكملونا وعلامته رفعه الضمة يغريض يغريض فعل مضارع مرفوع وعلامته رفعه الضمة أين الفاعل كل فعل مبني المعلوم خلصنا فاعل فاعل ما كان ينش الفاعل ضمير مستتر تقديره تقديره هو إذن هنا شغل يخصنا عندنا ناسخ فعلي عند الإسم خصنا الخبر والجملة وجملة الفعلية في محل رفع خبر سارة إذن سارة ناسخ فعلي أو فعل ماض ناقص العصفور اسم سارة مرفوع وعلامته رفعه الضمة يغريض فعل مضارع مرفوع وعلامته رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة فعلية في محل رفع خبر سارة الآن مكويل الإملاء أكمل بالتاء المبسوط أو التاء المربوط كائنات كائنات جمع مؤنة سالم إذن تاء مبسوط دعاة جمع تكسير وقبلها مد إذن تاء مربوط يصحر وقف عليها طائفة قبلها فتحة تاء مربوط يصحر وقف عليها مبيت قبلها سكون ميت تاء مبسوط قبلها سكون ميت مبيت ياقوت أيضا قبلها مد إذن تاء مبسوط أكمل الكلمات الكلمات التالية بهمزة وصل أو همزة قطع إمرؤ أمة إنصاف استمتع استمتع إصرار إذن إمرؤ همزة وصل إمرؤ أمة همزة قطع همزة قطع إنصاف مصدر مصدر فعل إن أن صاف إن صاف همزة قطع فعل رباعي إذن همزة قطع إنصاف استمتع أمر فعل أمر استمتع استمتع إذن همزة وصل إصرار أيضا همزة قطع السؤال الثالث هنا من اختيار الأستاذ أكتب ما يملي عليه ننتقل بسرعة لمادة التعبير الكتابي مكون التعبير الكتابي رشيد اليزمي دائما الوحدة الأولى مغربة العالم رشيد اليزمي عالم ومخترع مغربي في مجال الفيزياء ولد في مدينة فاس وتابع دراسته العليا في فرنسا وهناك قضى أزيد من عشر سنوات حصل خلالها على الدكتورة واشتغل في المعهد البحث العلمي أو من فرنسا تنقل إلى اليابان حيث قضى خمس سنوات ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا كاليفورنيا حيث اشتغل في معهد الناصة عشر سنوات قبل أن يلتحق بالعمل في المعهد الوطني للطاقة في سنغفورة يتوفر اليزمي على عشرات براءات الاختراع وتعتبر بطارة الليثيوم التي تستعمل في الهواتف الذكية والحواسيب أهم وأشهر اختراع الله والذي حصل بفضله على العديد من الجوائز منها جائزة الأكاديمية الوطنية المهندسين الأمريكية إذن ماذا سوف نفعل استعمل الروابط الأتية لأنتاج تلخيص مترابط للنص أعلى اسمه ازداد تابع تنقل بين قبل من أشهر اختراعاته وبفضلها إذن سننجز تلخيصا باستعمال الروابط أو ضادع إذن اسمه رشيد ليزمي ازداد في مدينة فاس وتابع دراسته العليا في فرنسا حيث قضى أزيد من عشر سنوات حصل خلالها على الدكتوراه تنقل بين اليابان وفرنسا ثم الولايات إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث اشتغل في مهد الناصا من أشهر اختراعاته بطارية الليثيوم والذي حصل من خلالها على العديد من الجوائز إذن اسمه اسمه رشيد يزامي ازداد في مدينة فاس وتابع دراسته العليا في فرنسا حيث قضى أزيد من عشر سنوات حصل خلالها على الدكتوراه تنقل بين اليابان وفرنسا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث اشتغل في معهد الناصا من أشهر اختراعاته بطارية الليثيوم والذي حصل من خلالها بفضل عفوا حصل بفضلها على العديد من الجوائز الروابط اللي طلبوا مني قمنا باستخدامها لإنشاء تلخص للنص اللي اعطونا أعيد قراءتها آخر مرة ثم أغلق الفيديو اسمه رشيد ليزامي ازداد في مدينة فاس وتابع دراسته العليا في فرنسا حيث قضى أزيد من عشر سنوات حصل خلالها على الدكتوراه تنقل بين اليابان وفرنسا الذي حصل الذي حصل من بفضلها على العديد من الجوائز إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم بالتوفيق للجميع استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة